موسيقى عقب احداث شبوة الدامية في اغسطس اصدر محافظها المقرب من الامارات عوض الوزير قرارا بتشكيل لجنة للحوار بدواعي لم شمل جميع مكونات شبوة القبلية والسياسية تحت سقف واحد يرأس اللجنة التحضيرية للمؤتمر صالح علي بلال وهو رئيس لما يعرف بجمعية الشهداء التابعة للمجلس الانتقالي المدعوم من ابو ظبي بالمحافظة موسيقى يرى منظمو المؤتمر في نعقاده عودة لمكانة شبوة وانتزاعا لحقوقها السياسية فيما يذهب اخرون للتشكيك في نوايا القائمين عليه خصوصا بعد وقوف مكونات كانت سببا في اراقة دم ابناء المحافظة وتفكيك النسيج الاجتماعي خلفه موسيقى اما عن تحركات المؤتمر فقد بدأت اللجنة التحضيرية من وقت مبكر لقاءاتها المكثفة بمكونات قبلية وسياسية ذات لون واحد وتحديدا عقب اصدار قرار تشكيلها من قبل الوزير تمهيدا لعقد اولى جلساته موسيقى في السابع والعشرين من اكتوبر دشنت اللجنة التحضيرية للمؤتمر اول انشطتها السياسية في لقاء جمعها مع اعضاء من سكرتارية منظمة الحزب الاشتراكي في مقر الحزب بمدينة عتق موسيقى وفي اواخر اكتوبر من العام الحالي عقدت اللجنة التحضيرية لمؤتمر شبوى لقاء بقيادة حزب الاصلاح بالمحافظة رحب حينها فرع الحزب بفكرة عقد المؤتمر موسيقى وفي الخامس عشر من نوفمبر التقت رئاسة المؤتمر التحضيرية بقيادة حزب المؤتمر الشعبي العام في المحافظة وعرضت فكرة الملتقى واعلن فرع الحزب خلال اللقاء عن ترحيبه ايضا بالمؤتمر لكن التحركات التحضيرية للمؤتمر قُبلت برفض واسع اذ اظهرت وثيقة موقعة من قبل مكونات شبوانية رفضها المطلق لما يعرف بالمؤتمر الشامل لانطلاقه من منظور اقصائي ومنحاز لتيارة سياسية لا تخدم المصلحة العامة للمحافظة وهو موقف مماثل اعلنته النخب من ابناء المديرية الشرقية بمقاطعة ما سمي بمؤتمر شبوة الشامل كونه لا يلبي تطلعات وامال المواطنين بالمحافظة اشتركوا في القناة